موسيقى من الاشخاص والرؤية دي يعني ربما بتدل على خير وربما تدل على يعني معاني او اشارات غير محمودة او غير جيدة يعني اشارات السمك في المنام من الاحلام اللي بتبشر بالمال وبتبشر بزيادة الخير المقبل على الرأي بتدل على حدوش بعض التغيرات الجيدة في حياة الشخص الحالم وعند رؤية السمك النية او الكبير في المنام دي علامة على سماعك اخبار جيدة عن قريب بازن الله السمك في المنام بيدل على الوصول للاهداف وتحقيق الامنيات والتفاوخ واذا كان شاب وشاف عازب وشاف السمك في المنام ده بيبشره ان شاء الله بزواجه عن طريق يعني عن قريب بازن الله الشخص اللي شوف في المنامه انه هو بيشتري سمك مسوي دي من الاحلام اللي مملوئها بيقب يعني يعني بعض العقبات او الصعوبات او المشاكل اللي قد يتعرض لها الرأي وده اللي يعني انه ربما هيخش في خلافات كتيرة مع اشخاص مقربين ليه في حياته ورؤية السمك في المنامه تم تنظيفه دي تعتبر يعني علامة على انه هو هيحقق جميع امنياته واهدافه بازن الله وده الليل على حظه الجيد في حين ان رؤية شراء السمك اشارة لتغيير الحياة لكن يعني ربما للأسوأ كما انه هي دليلة على الحظ آآ العاسر شراء السمك في المنام بواجه عام بيدل على التخلص من جميع المشاكل وهمهم اللي بيتواجهوا آآ في حياته حباء في الله ربنا ببشركم بكل خير اتمنى لو اي حد عنده حلم او رؤية متعلقة بالسمك يكتبها لنا اسفل الفيديو واحنا نفصل لكم فاسر وقت ما تنسوه تشاركوا في القناة واتفعلوا الجرس علشان القناة تشاركوا قدروا لكم الناس واللقاء في داخل السلام عليكم اشتركوا في القناة